الخبزة ببصل من قطبو ألز الوصفات التراثية التقليدية الأردنية والمشهورين فيها أهل الرمثة واللي ماداها من تحت إيديهم راح عليه كتير وأنا تعلمتها من تحت إيدي سيدات رمثويات وطلعت بتشحي بالبداية لا العجين راح نحتاج كيلو من لطحين الأبيض من ساسي كوب بيتين من لطحين الأسمر معلقة صغيرة من الملع ربع كوب من زيت الزيتون معلقة صغيرة من الكركم أربع معالق كبيرة من السمسم وحبة البركة وكمون كتير عجنتهم منيح بالمية الدافية وتركت العجين ترتاح عشر دعاية لتتبيلة الجاج حطيت للجاجتين ربع كوب من السماء معلقة كبيرة من الملع الفلفل الأسود البابريكا بحارات الجاج والكمون وتبالتهم كتير منيح مع ربع كوب ليمون ربع كوب خل وربع كوب من زيت الزيتون غلفوهم على الفرن راح ياخدوا ساعة وربع بعدين بتحمروا وجههم غير مضيفوا مية تتبيلة البصل عندنا 3 كيلو من البصل معلقة كبيرة من الكركم معلقة كبيرة من الكمون وعننا فلفل أسود وملح وزيت زيتون تتركهم لحتى يستويوا تماما فردنا العجينة بلشنا نحط طبقة من البصل الكتير مستوي ودايب وطبقناها نفس ما منطبق بالضبط نطبق الزعتر الأخضر بعد ما طبقتهم بهذا الشكل بالضبط تركتهم شوي على جنيب ورجعت فردت قطعة كبيرة كتير رئية وحطيت فيها نفس العجينة ورجعت قلبتها على الجهة الثانية تركتها ترتاح 10 دقائق بعدين فردتها كتير منيحة نصينية مدهونة بزيت زيتون على الفرن ما رح تاخد معنا وقت لحتى تتحمر من تحت وتتحمر من فوق طلعوا بيجننوا وهالجاجات المحمرات المأمرات من أطيب الوصفات الأردنية اللي لازم تجربوها موسيقى